صلاح النهاردة يحطم أرقام روبي فاولر صلاح النهاردة بيسجل الأهداف صلاح بيحرس هدفين وأسس الهدف الثالث صلاح اليوم بيسجل 22 هدف أنتوا عارفين صلاح من ساعة ما راح ليفربول في 2017 هو هداف الهداف هداف الدول الإنجليزي ولكن النهاردة بنتكلم على 22 هدف لمحمد صلاح وبيصنع كمان 11 هدف السنة دي بس محمد صلاح بيعمل كده فبنتكلم على صناعة يصبح صلاح النهاردة الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي هو الملك الحقيقي محمد صلاح صلاح هو الهداف التاريخي الآن لليفربول مجد بيكتبه محمد صلاح قبل كده زي ما بقولك حتى فرمينو كمان نزل سجل هدف السابع فرمينو نزل وفرمينو بقاله فترة مش فحلته وبيفكر انو يمشي فنزل سجل هدف السابع ليلى النهاردة اللي ما سجلش النهاردة هيسجل امتى في هذه الليلة ليلى لكتابة التاريخ تاني بقول ليلة للتاريخ ليلى ليلة محمد صلاح ليلى لنجوم ليفربول اليوم ليلى صلاح النهاردة الملك المتوج على عرش ليفربول الهداف التاريخي ليفربول محمد صلاح مية تسعة وعشرين هدف اول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل ضد الشياطين الحمر للمرة السادسة على التوالي في الدول الانجليزي مباراة خلصت خلاص ده كان بقولك يلا خلصونا مش معقول اهداف ايه اللي بيحصل ده ايه اللي بيحصل صلاح رفع رصيد اهدافه في مانشستر يونايتد الى تسعة اهداف مبروك محمد صلاح زي بقول لكم النهاردة ليلى مبروك لازم ياخد رجل المباراة مش هو رجل المباراة اللي ايه لازم يكون صلاح رجل المباراة في حد تاني غيره اعلنوا مين رجل المباراة اللي لسه لازم ياخد رجل المباراة هو فيه ابداع اكتر من كده فيه رواع اكتر من كده فيه يعني سطورة اكتر من كده هو محمد صلاح انتهت المباراة عايز اقول لكم مانشستر يونيتد الجامير بتاعتهم مشيت ثابت المدرجات وروحت هم دلوقتي بقولك ايه الاحلام ده هو ده مطش ولا حلم هو احنا اللي عملوا فينا صلاح وليفربول النهاردة ده مش مطش لازم ننسى من ذاكرتنا لازم صلاح انا بقول هو هو النهاردة لازم يكون رجل مباراة معرفش اعلان ولا لسه معرفش اتمنى لانه هو صلاح اللي عمل كده هو الهدف وبنات الاهرام في سالف الدار كافوني الكلام عند التحدي رقم ده نادي لفربول دلوقتي رقم قياسي جديد يضاف لجعبة الملك المصري محمد صلاح وبنات الاهرام في سالف الدار كافوني الكلام عند التحدي لفربول الآن على الموقع الرسمي ليهم صلاح والارقام القياسية لنجمينة العالمي محمد صلاح يكتب التاريخ محمد صلاح في هذه الليلة ليلة تدمير منشستر يونايتد تاريخ جديد محمد صلاح بارقام قياسية محمد صلاح بيسجل النهاردة في منشستر يونايتد بيصنع التاريخ 129 هدف لمحمد صلاح وهو الهدف التاريخي لنادي ليفربول سبعة اهداف مش معقول مش معقول اللي بيحصل النهاردة واللي عمله النهاردة صلاح ورفاق صلاح ولهم كل التحية مبروك محمد صلاح وإحنا كمان بيبقى فرحانين صلاح وهو السعيد إحنا كمان بيبقى السعداء بجد باتكلم بجد والله يعني لانه صلاح زي بقول لكم صنع مجد صلاح كمان خلي بالكو ده كمان تاريخ بالنسبة لصلاح اللي بيعملوا النهاردة واللي يقدموا صلاح النهاردة يعود من بعيد خلي بالكو السنة دي أسوأ موسم ليفربول أسوأ موسم ولكن قد تكون هذه المباراة هي بداية عودة ليفربول مرة أخرى إلى المربع الزهبي وإلى كمان دور الألطال قد تكون هذه المباراة بداية العودة لأنه ليفربول النهاردة ما كانش ينفع أبدا على ملعبه يتغلب ما ينفعش على ملعبه لعب النهاردة أحلى مباراة السنة دي ليفربول هذه أفضل مباراة بسبعة أهداف أمام مين مانشنسر يونايتن أنت متخيلين بنتكلم على مين نتكلم على تاريخ محمد صلاح النهاردة بيسجل جنون بيأسيس هدف جاكبو الهولندي وأيضا بيبقى الهداف التاريخي النادي ليفربول مبروك محمد صلاح نجمنا العالم أخبرنا إليلا؟ ترجمة نانسي قنقر